اشتركوا في القناة مليان تقطيع رؤوس مليان تقطيع حناجر مليان تفجير وتكسير مليان مشاهد دموية وعنف مليان سوبر هيرو بقدرات عجيبة وغريبة وشخصيات مرة كثيرة ولكن لو نقدر نشيل المشاهد الدموية والعنيفة والمشاهد اللي مصنفة للكبار فقط ونخلي الفيلم كده من دونها اقدر ابصم لكم بالعشرة انه الفيلم بيكون مرة مناسب للاطفال مرة لا حوارات لا قصة لا بناء شخصيات ولا يبطيخ ذات فيلم عبارة عن لا شيء اشتركوا في القناة اذا كان هذا هو الح Large جيدا يالا والله بالجميع معاكم الوجيه كيف حالكم يا جماعة ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية جدرون ايش اللي محيرني ومزعلني اكثر كيف جيمس غون اللي شارك في كتابة الجزئين الاولى من غارديان اوف دا غالكسي واخرجها شخصيا يطلع منه شي غبي وسيء بهذا الشكل ويا انه مدفوع له وهذا ايش يعني ما نقدر نجزم فيه مية في المية يا انه في احد ضغط عليه من ورن البروذرز ولا خلوه ياخذ راحة وطلع الفيلم مرة سيء بالشكل هذا او انه هذا مستواه لما يصير يكتب لحاله ترى غاردين اوف دا غالكسي كان عنده ناس تساعده في الكتابة سوى اخرج الافلام لحاله لكن لما كتب لحاله جابه ام العيد ولا اعرف اش كتب افلام غير هذه ولكن غاردين اوف غالكسي اخرجها وساعد في كتابتها وطلعت افلام مرة مجنونة سوسايد سكواد يا ساتر ما تستحي تقول للناس شوفوا هذا الفيلم من اخراجه من كتابتي ما تستحي والله عيب والله عيب على كل حاله جماعة فيلم سوسايد سكواد من وجهة نظري كان نقطة سوداء جديدة في عالم دي سي والله العظيم يا جماعة انتظرته كثير وكنت متأمل فيه خير ودائما وهذا قانوني ترى كل ما اشوف فيلم ماهو كويس او سيء من عالم دي سي ارجع واقول ما عليش صبر جميل والله المستعان بكرة بيتعلموا من اخطاءهم وبيسووا شيء افضل من كذا مو شرط يكون مرة فيلم عظيم على قلب مستوى جيد او جيد جدا بس مش بالمستوى ذا لا للهسف للهسف الفيلم بدأ بشكل سيء استقر في المنتصف بشكلها يدوبك يمكن يصبط اعطيهم فرصة انتهى بشكل كارثي ايش هذا ليه ليه اقسم بالله دي سي الله يستاهلوا اكثر والله يستاهلون اكثر من كذا يا اخي لا تقعدوا تسلكولنا بالاكشن والتطعين والدماء والخرابيط هذي يا اخي نبغى قصة نبغى حوارات نبغى لما تجيب مشهدي يضحك يعني انا نضحك يعني انا نبتسم على قلمو نقول ايش الهبالة دي ان جيت للحوارات الفيلم فيه كثير من الحوارات كانت عبارة عن مضيعة وقت ونكت تافهة جدا ما بقولك نكت اه تضحك شوية لا نكت تافهة تافهة لا اضافت شيء للقصة ولا اضافت شيء للشخصيات ولا حتى خلتني اقول والله يا نكتة رهيبة بتغير لي جو شوية من الفيلم لا الفيلم قاعد يزيد الطين بلى كل مال حتى لما جات لحظة درامية فيه لحظة درامية كده حلوة جات بدأت انجذب معها بدأت انطرب فجأة تحولت الى شيء ثاني يالله ترى شوف انا ما عندي مشكلة انكم تسوي فيلم مليان دموية وعنف انه اوكي احنا ما بنسوي افلام لجميع الاعمار لا بنسوي فيلم للكبار فقط بنمليه تقطيع ودموية بس ترى مو كفاية ترى مرة ماهي كفاية انك تجيب تقطيع ودموية وعنف ومشاهد قتالية مخيفة وكلها تقطيع وتلطيش ماهي كفاية اذا ما بتدعمها بقصة زي الناس وحوارات زي الناس تجيب لي حوارات بالله شوفوا المشهد دا بالله شوفوا المشهد هذا شوفوا شوفوا 3 2 ماذا تفعلين ماذا؟ انت هنا لن تساعدك انت ستاعدني انت ستاعدني ايضاً جيداً جداً ايضاً يالله يالله ثاني حاجة الشخصيات خلينا نتجاوز زحمة الشخصيات اللي ظهرت في هذا الفيلم زحمة شخصيات بالكيلو وبالعكس بعضكم يشوف انها حاجة حلوة ليش لا اوكي انا اتفق معك برضه ذا الشي قابل للتجاوز بالعكس زحمة شخصياتي وممكن تكون شي حلو وبرضو خلونا نتجاوز انهم جابوا شخصيات مرة معروفة كذا في بداية الفيلم حقارة عارفين شخصيات معروفة واقتلهم كلهم خلاص درق ديما الحرقة دي والله خلاص ما تضيف شي للقصة ما تضيف شي للتقييم مرة مو لازم تجيب ناس معروفين تمصخرهم بكم قرش وتخليهم يموتوا فاول ربع ساعة مرة ما يصلح غير شخصية بيس ميكر بيس ميكر اللي قدمها جون سينا يا الله يا الله كل شي غلط في ذيك الشخصي كل شي غلط في هذيك الشخصي يا جماعة اول حاجة لما تجي تطاع في الكوميك تشوف بيس ميكر جسمه طبيعي جسم إنسان جون سينا بسم الله ما شاء الله فاخذه نقدر ناخذه نحطه كذا شاورما يا ساتر مرة ماهو لايق عليه الدور أبدا غير أنه يعني تمثيل جون سينا أصلا من زمان أنا يستفزني ما حس أنه ممثل كويس حتى حواراته المضحكة اللي يفترض أنها مضحكة تتحول إلى مثيرة للشفقة كذا بالذات حواراته مع دريس ألبا يا الله إيش فيه كل شي في شخصية بيس ميكر كان خطأ حواراته نكته شكله خلينا نقول شكله هذا هو في الكوميك أوكي وشخصية إدريس ألبا علشان نكون صادق معاكم والله حلوة علوة مظهر من كريزما كريزما إدريس ألبا الأسطورية أصلا يعني إن الله إذا خير أنه وافق يمثل في هذا الدور لكن مع كل الحب والإحترام لإدريس ألبا حواراته كانت رخيصة رخيصة شخصيته مبنية بشكل غلط معادني قادر أفهم هل هو شخص سيء ولا جيد ولا شخص سيء بس صار جيد ولا شخص جيد وصار سيء بعدين يبغي يرجع جيد معادني عارف ما عرف اللي عرف أنه واحد كذا يلبس بدلة فخمة ومرة يعني ما شاء الله لأيم عنده أسطوري مصطرة ولا غلطة وما أطز في بنته بس فجأة قال لها لا موطز ما أدري فوضى فوضى ففضلا عن أنه يعني إدريس ألبا يش بيسوي حيقدم دوره على أكمل وجه بيقرأ نصه بيحاول يقدمه مثل ما هو مطلوب منه اللي نكب أم الشغلة هنا إنه الحوارات حق إدريس ألبا سيئة جدا لدرجة إنها أثرت سلبا على تمثيل إدريس ألبا يا أبويا إدريس ألبا ترى أنا عرفه يا جماعة ترى ممثل كبير وأسطوري وما يحتاج وشهادة أنه فيه مجروحة حواراته الضعيفة والنايمة مع جون سينا خلته يطلع بشكل مرة محرج إيش ذا شخصية هارلي كوين أنا متفهم جدا إن شخصية هارلي كوين شخصية غير جادة على الإطلاق ترى مرة متفهم وبالعكس تعجبني شخصيتها مرة رهيبة بس مرة غلط إنك تخليها كده طول الفيلم وهي تتمسخر حتى في لحظات الخطر قمة الخطر تستضرف وتستهبل وماخذ الأمور بشكل غير جدي هي شخصيتها كده صح؟ أوكي خلي شخصيتها كده أحافظ على المستوى ذا هي شخصيتها كده كيفكم يا دي سي يا أبويا أنا أفهم منكم بكيفكم وعلشان ما نظلم أيوة نسيت أقول لكم حاجة وعلشان ما نظلم يعني هارلي كوين مشهدها لما كانت هاربة كانت تقتل الناس ويطلع منهم ورود يعني عترف لكم ذاك المشهد كان حلو مدري صراحة كيف طلع منهم ذا المشهد بس كان مرة رهيب مرة رهيب وبرضو شخصية رات كاتشر يمكن هي الشخصية الوحيدة اللي خلتني أمسك نفسي لنهاية الفيلم لأنه كان فيه شوية جانب درامي لها لمجات تحكي كده عن ماضيها وتتأثر هي الشخصية الوحيدة تقريبا في هذا الفيلم اللي تبنت بشكل كويس مو شكل ممتاز بشكل كويس تبنت على أقل فيه شوية بناء بلوكة على بلوكة بسم الله بنيتلك شخصية وعرفتك عليها وعلى أقل البنت مي قاعدة تستهبل طول الوقت لا في عندها جد في عندها مزح في عندها دراما كان فيه شوية عناية في بناءها أحسن من غيرها بكثير عد سمكة القرش يعني على أنه هو الأقل كلاما والأقل حضورا في الفيلم إلا أنه وللأمانة أفضل من غيره بكثير على أقل لما كان يبغي يضحكني كنت أضحك شوية أستانس معه صح أني ما عرف إيش سالفته من وين جاء ومن أين أتينا وكيف قدحت أولى شرارات الحياة مع هذا الكائن بس والله يا جماعة فعلا فعلا شيء محزن شيء محزن إنك تشوف ممثلين كبار والسينمائية والتلفزيونية والشعبية واش إدريس ألب يا جماعة إدريس ألب مارغو روبي والسكارية الكبيرة جدا وفخر فخر هوليوود ذيولا ديفيس فجأة تشوفهم كده بديل أدوار التافة إيش في الفلوت تسوي كده يا جماعة الفلوت تسوي كده معقولة أنا ما عرف ليش طلع ويل سميث من الفيلم أو إيش المشكلة اللي خلته يطلع بس والله أحسن قرار أحسن شيء سواء وإنه طلعوا مشي كل هذا كوم والقصة المقتبسة كوم ثاني إيش نقتبس قصة بالضبط هل نظهر قيمة الشخصيات ونربطهم مع عالم دي سي بشكل أفضل ولا نجيب قصة كائن فضائي نجمة بحر ضائعة في الفضاء وإيش نجيبها هنا نخليها سيطرة على العالم ونحاول نمنعها والله الفكرة الثانية كويسة لا تربطهم في العالم السينمائي لا تحاول تقدم لنا شخصيات جديدة وتربطها في عالم دي سي لا 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 سيب الكلام دا يب لنا يا بويا كائن فضائي على شكل نجمة ما تدري هو نجمة بحر ولا نجمة فضاء بس جيبها وخليها تحاول تسيطر على العالم وخلاص تبغوا فلوس انتوا ولا تبغوا سمعة الله نبغى فلوس خلاص مالكم ومال الكلام دا وذو ذي القصة أقسم بلا القصة لا خدمة بناء الشخصية ولا أعطتني فرصة حتى إني أحس بتناغم بين الشخصيات أحس كده فيه فجوة بين الشخصيات فيه فجوة بين الشخصيات وفيه فجوة بين الفيلم وبين عالم دي سي إيش قاعد يصير في الفيلم ذا بالضبط إيش فيه إيش اللي قاعد يصير أنا من يعلم خلينا نقول إن القصة اللي اختاروها غير مناسبة وتم تقديمها بشكل سيء مو مشكلة لو على حساب إنك توريني شخصيات جديدة وتبنيها وتطورها بشكل كويس مو مشكلة لو على حساب إنك تبني عندي تصور لمدى ترابط أبطال القصة في المستقبل أو بعد القصة ولكن لا أنت اللي بنيتلي ولا شخصية واحدة زي الناس ولا أنت اللي خدمت مستقبل شخصياتك ونهيت الفيلم بشكل إنه أوه حماس كويس خلونا نشوف إش بيصير لا ما عاد أبغى أشوف شيء صراحة لا وقف فرحانين اللي بمشهد النهاية لا شيلوه ما أبغى أصلا أشوف فيلم إضافي بالمستوى ذا لا اقطع العرق وسيح دمه انهي السلسلة يبدأ سلسلة سويسايد سكواد من جديد تصرح بالمستوى هذا والله ما يصلح والله ما يصلح ياخي ليه يا أخي ياخي ليه يا أخي نبغى نشوف فيلم صاحية أبغى نشوف فيلم حلو أنا أنا ماني قاعدة أطلب كثير لا وزيدكم من الشعر بيت الفيلم على موقع IMDB ما أخذ تقييم 7.8 من 10 على أساس إنها بتمشي علينا أنا أشوفه موقع IMDB أؤمن بمصداقية الناس الحقيقين اللي داخله لكن ما أؤمن بمصداقية الناس الفاضين اللي يسووا 20 30 50 حساب ويروح يقيموا الفيلم 10 من 10 عشان يرفعوا تقييمه هذا اللي ما أثق فيهم ضدقوني أقص يدي مو من هنا ولا من هنا ولا من هنا زيدة وينتر سولجر من هنا أقص هذا الكل وارمي في الزبالة لو إنه التقييم هذا حقيقي 100% واللي فروتي انتميتو كمان أتحداكم يا شيخ الفيلم الجيد بنعرف إنه فيلم جيد وبيباني إنه فيلم جيد 5 من 10 والله ما أعطي يمكن الحسن الوحيد اللي قلتها لكم مؤثرات بصرية الشخصيات اللي احتاج لها رسمة رسمة بشكل مصبوط غير كذا والله فيلم خاوي على عروشه مع مشهد هارلي كوين يوم إنها تطلع عرود من جثث الناس اللي حوالينا بس إلى هنا مكنو وصلنا لهذا الفيديو كان معاكم الوجيه أشوفكم في الفيديو القادم